اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وكان الله عليماً حكيماً ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار وكان ذلك عند الله فأزاً عظيماً ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات اشتركوا في القناة وكان الله عزيزاً حكيماً إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقفروه وتسدحوه بكرة واصيلاً إنا لي يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديه فمن نكت فإنما ينكس على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيستيه أجراً عظيماً سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئاً إن أراد بكم ضرواً أو أراد بكم نفعاً بل كان الله بما تعملون خبيراً بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبداً وسين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوماً مكوراً ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيراً ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفوراً رحيماً سيقول المخلفون إذا انطلبتم إلى مظالم لتأخذوها ذرون وانا اتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قال فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفطرون إلا طليلاً قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم ألي بأس شبيب ألي بأس شبيب إن تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجراً حسناً وإن تتولوا كما توليتم من قبل ويعذبكم عذاباً أليماً ليس على أعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المدير بحرج ومن يبع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذاباً أليماً لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً ومظالم كثيرة إذ يأخذونها وكان الله عزيزاً حكيماً وعدكم الله مظالم كثيرة تأخذونها فعجّل لكم هذه فعجّل لكم هذه وكفّلين لناس عنكم ولتكون آيةً للمؤمنين ويهديكم صراطاً مستقيماً وأخوالاً تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديراً ثم لا يجبون ولياً ولا نصيراً سنة الله التي قد خلت من طاق ولن تجد لسنة الله تبديلاً وهو الذي كفّا بديهم عنكم وأيديكم عنهم ببضل مكة من بعد أن أضفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيراً هم الذين كفّروا وصدّوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفاً أن يبنوا محلّاً ولولا هل كان مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم عوّة بغير علم ليدخل الله في رحمته إذنه يشاء لو تزيلوا لعبن ابن الذين كفروا منهم عذاباً أليماً إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم حمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليهم ترجمة نانسي قنقر